وعايز اشوفك انت العادي بتاعك بتغسير اسنانك ازاي؟ احرب لا ما عايز اشوف انا عام كده تمام كده انا دخلها كده تمام كده تمام كده كده في الاخ ايه رأيك؟ انا عامل كده انا مش هول حاجة انت بصيته؟ انا بصيت انا مش هول حاجة؟ انا مش هول حاجة يعني حساها صحة ولا لأ؟ غلط؟ حساها لأ طيب ميش؟ ها جميل الاول فيه معجون الاسنان؟ طبعا احنا في البرنامج هنا مش هنحط معجون عشان رش تتمضمن وكده هنفترض انه موجود وزي ما اتفقنا قبل كده ان كمية المعجون تكون قليلة جدا ومهمتها بس يتسهيل عمل الفرش ولو هنفترض انه ما عنديش معجون اسنان؟ ممكن استعمل البروش على طول من غير؟ انا ما عنديش اي مشكلة خالص انه نصح من النوم اخد البروش اخسر بها اسناني من غير معجون خالص طيب وهل معجون الاسنان ده بيفرق في ريحة البق؟ ممكن لانه هو فيه ريحة زي المنت فبيغير شوية الافضل منه ان انا لو عايز عشان الريحة والكلام ده استعمل الموسوش لان الموسوش ليه افكت كمان اهم هو طبعا بيغير الريحة لكن الافكت الاكتر انه هو انتي بكتيريا يعني بيقضي على البكتيريا اللي ببقى فلما يدع البكتيريا اللي ببقى يبقى بيقلل الريحة عمتا بقى انها تحصل وبيقلل حدوث التساوس فليه؟ وبيقلل تهابات اللسم فبالتالي المضمضة عندي اهم من التوسبست يعني المضمضة لها ضر علاجي طيب احنا هنكمل بقية الحديث ده وحنا دي بس انا عايز حاجة وقت تبطي تتفضل بصي احنا دلوقتي اكتر تكنيك سايد في العالم لانه هو فيه تكنيكس كتير وحصل دي بيتس كتير يعني خلال السنين اللي فاتت على طريقة التنظيم فاحدث حاجة حاجة اسمها باس موديفايت تكنيك ده بيتعامل ازاي بالراحة كده خالص الاول حنفترض دايما وانت مركزة ان انت بتخسيري اسنانك ان احنا كأننا بنكمس الارض من الاخر كده تمام؟ ما ينفعش اخد الحاجات اللي على الارض من هنا اجيبها من هنا جواديها كده وافضل عامل زي ما انت بتعملي ماسك البراش وعمل هتعملي كده انت مش بتعملي كده دي بادي صح؟ ما احنا جايين النهاردة عشان احنا متأكدين ان التسعة وتسين في المائة من الناس تخسر السنانها غلط فانا جاي النهاردة عشان اعلمهم فطريقة غسيل الاسنان لو قلنا اللي هي الباس موديفايت دي هيك امسك البراش وهنخلي البراش جاية بفورتي فايف ديجري كده وحطها واعمل فيبريشن وانزل كده فيبريشن وانزل كده يعني بصي افتحي قوي انا بعمل اهو ثانية واحدة بصي انا مدخل زائق البراش جوه بين السنان وبين بعض وبعمل فيبريشن وعمل كده وفيبريشن وعمل كده وفيبريشن ديليا دكتور؟ علشان تكسر كل بواء الاكل يعني دي علشان خاطر كل بواء الاكل اللي موجودة انا عايزة اخش اكسرها وبعد كده اقوم رميها البر فلو تحت افتحي افتحي بوقك قوي لو انا هعمل تحت هداخل كده برضو بعمل فيبريشن بتاعتي وقوم مطلع لفوق يبقى دايما باخد من عند الليسة واطلع لبرا ليه؟ لو انا عمال اعمل كده ما انا عمال اخد بواء الاكل انزلها على الليسة وطلعهاش هي الفكرة في الاساس انا عايزة اشيل بواء الاكل دي هتبريها سطح الترابيزة دي وانت عايزة تشيل اللي عليها لازم تخديها من على الترابيزة البرا هنا ده السطح بتاعني بقى بعمل كده إفتحي جوه إفتحي قوي بقى ففتحي بوقك قوي لا إفتحي خالص شلiten و flashlight لدخل البروش عشان beach برضو جوه هنا بقعمل كده وبطلع فوق كده وبطلع حركة فيبريشن دي يبقى بقى نفتحي قوي لأ إفتحي خالص 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 ايوة بوقك انا فهمي انا تعمل كده انا بتاعي مش عايزة طب انت منطرد بتاعي سام بقى مش باهم في الكاميرا لازم تخسلي كده من جوه لبرا يا دكتور السطح ده نفسه لازم لان السطح ده ليس عليه جوه أو جوه شروخ صغيرة قوي بتعبي بقى الاخر من جوه لبرا صح كده؟ يبقى برضه باخد من من جوه لبرا عشان اطلع كل بواق الاكل واعمل فيبريشن عشان بواق الاكل اللي مسكة تتكسر فاعرف اشيلها الكلام ده بقى بعمله في كل الجوانب يعني من جوه من عند لساني بتاعي سام يعني كده هعمل كده برضه واطلع ايه ده احنا ملام من جوه كده؟ طبعا حضرتك انت عندك كم سطح للساننا كل اسطح السنة لازم تجي بيه اللي قدام هدخل وعمل كده واطلع هدخل وعمل كده واطلع الفكرة في الاساس ان انا بكسر بواق الاكل وبطلعها لبرا بكسر بواق الاكل وطلعها لبرا فحتى بواق الاكل دي لو بقت موجودة في الفم عندي هتمضمض هتطلع تبقاش لازقة على سطح السنة لان سطح السنة لو تلزق عليه بواق الاكل البكتيريا هتخش تقعد عليه تاكل الاكل بتاعنا تطلع احماض الاحماض دي تعملنا التهابات في اللسة وتعملنا تساوز تشيل الكالسيوم اللي جوه السنة طب واللي فوق نعملها ازاي؟ اهو اهو ازاي ممكن تبس الراسك لفوق سنة عشان الكاميرا تشوف اعمل كده اهو 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 كده كده هتاخدي من برق دايما نخد الكنسيبت كده هتاخدي من عند اللسة وانتي نازل طب والمضمضة المضمضة بقى بعد ما بنخلص خالص بناخد المضمضة احط بقان المدة 30 ثانية ترجمة نانسي قنقر